بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في بداية هذه السنة الدراسية الجديدة وفي بداية هذا الفصل الدراسي الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وعز وتمكين وأن يكون بإذن الله تعالى عام تفوق ونجاح وفلاح أبنائي وبناتي حياكم الله مرة أخرى وكما تعودنا في الأعوام الماضية وقبل أن نبدأ في درسنا الجديد أن نستمع أولا إلى تعليمات الدرس وإلى آداب الدراسة عن بعد وأن نتعرف على الأهداف العامة والخاصة للدرس فدعونا نستمع أولا إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالبي والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن أيها الأبطال دعونا نستمع إلى أو نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس فالهدف العام لهذا الدرس هو تلاوة وحفظ صورة الطالق أما الأهداف الخاصة فأولا أن يستمع الطالب وأن تستمع الطالبة إلى آيات صورة الطالق ثانيا أن يردد الطالب وأن تردد الطالبة آيات صورة الطالق مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وأن تتعرف الطالبة على معاني آيات صورة الطالق رابعا أن يشير الطالب وأن تشير الطالبة إلى آيات صورة الطالق خامسا أن يتلو الطالب وأن تتلو الطالبة آيات صورة الطالق و سادسا أن يحفظ الطالب و أن تحفظ الطالبة آيات صورة الطالق الآن أيها الأبطال بعد أن استمعنا إلى الأهداف و استمعنا إلى تعليمات الدرس الآن سنبدأ بإذن الله تعالى في درس جديد و هذا الدرس بإذن الله تعالى كما تعودنا سنتلو أولا الآيات و نكررها سويا حتى نحفظ هذه الآيات بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب و بالشكل الصحيح بحول الله عز وجل فدعونا الآن أيها الأبطال ننتقل إلى صورة الطالق و إلى هذه الآيات اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ من الآية الأولى و حتى الآية الرابعة و حتى الآية الرابعة بإذن الله عز وجل و قبل أن نبدأ في تلاوة هذه الآيات دعونا نعرف أن صورة الطالق صورة مكية صورة الطالق صورة مكية و بإذن الله تعالى سنقرأ سويا هذه الآيات ثم بعد ذلك نستكمل بإذن الله عز وجل الأنشطة المتعلقة بالدرس فدعونا نبدأ سويا مستعين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ أحسنتم أيها الأبطال وبرك الله فيكم وبعد أن تلونا سويا هذه الآيات المطلوب منكم بارك الله فيكم أن تحفظوا هذه الآيات بالشكل المطلوب وترددوها بشكل مستمر حتى تتقنوا حفظها وتلاوتها بإذن الله تعالى الآن أيها الأبطال دعونا نتعرف على معاني هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق هنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته الله هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو الذي أحيانا هو الذي يميتنا إذن الله سبحانه وتعالى صاحب العظمة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته بالسماء بالأرض بالقمر بالشمس بالنجوم بغيرها أما الإنسان المخلوق أي نحن لا نقسم إلا بالله عز وجل إذا أردنا أن نحلف فنقول والله والله كذا فقط نحلف بالله تبارك وتعالى لا نحلف بغير الله عز وجل هنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء فيقول والسماء والطارق هنا أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلا والطارق يعني النجم الذي يطرق ليلا ثم قال سبحانه وما أدراك ما الطارق أي وما أعلمك وما أدراك أيها النبي ما عظم هذا النجم النجم الثاقب يعني هذا النجم الطارق الذي يطرق في الليل هو النجم الثاقب ما معنى النجم الثاقب يعني هو النجم المضي المتوهج النجم المضي المتوهج هذا معنى النجم الثاقب ثم قال سبحانه في جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ يعني أن كل أن كل نفس أوكل الله سبحانه وتعالى لها ملك رقيب عليها أن كل نفس أوكل الله عز وجل لها ملك من الملائكة رقيب على هذه النفس إذن هذا أيها الأبطال معنى هذه الآيات معنى الآيات بعد أن عرفنا معنى الآيات ننتقل الآن إلى النشاط الثاني إلى النشاط الثاني في صفحة 11 إذن نفتح الكناب على صفحة 11 ويأتي أمامنا هذا النشاط يقول نرسم دائرة حول اسم الصورة ما هي اسم الصورة التي نتلوها قبل قليل هل اسمها صورة المعون البطاقة الأولى أو اسمها صورة الطارق أي البطاقتين الصحيحة الأولى أو الثانية أحسنتم وبارك الله فيكم نعم البطاقة الثانية إذن نضع دائرة على البطاقة الثانية واسم الصورة التي نتلوها هي صورة الطارق انتهينا أيها الأبطال من النشاط الثاني ننتقل إلى النشاط الثالث وهنا نريد أيضا أن نرسم دائرة حول نوع صورة الطارق حول نوع صورة الطالق قلنا في بداية الدرس أن صورة الطالق ماذا مكية أو مدنية أحسنتم قلنا أنها مكية إذن أين البطاقة الصحيحة البطاقة الأولى أو البطاقة الثانية البطاقة الأولى مكية والبطاقة الثانية مدنية الصحيح أحسنتم البطاقة الأولى إذن فصورة أو نوع صورة الطارق صورة مكية صورة مكية إذن نضع عليها الدائرة إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وأشكر لكم هذا الحماس الرائع والجميل وقبل الختام هناك رسالة أريد أن أوجهها إليكم أيها إليكم يا أولياء الأمور فأريد منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور اثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجوء المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيها الأبطال على المشاركات الرائعة ألتقيكم بإذن الله تعالى وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم